مشاهدين في كل مكان دائما عودناكم أن نكون في وداع وفي استقبال حجاج بيت الله الحرام وفي هذا الموسم موسم الحج دائما نتشرف من خلال هذه الشاشة أن نتواصل في لقاء حجاج بيت الله الحرام واليوم وقبل وداع وفي وداع الحج محمد محمود أطحل أبو معاذ في هذا الحج يعني أبو معاذ رحلة ليست كالرحل السابقة يعني رحلة الحج إلى بيت الله الحرام يعني ما هو الشعور قبل بدء هذه الرحلة والله الحمد لله شعور فرحة وامبساط لأنها رحلة سعيدة إن شاء الله والله بتكبل منها إن شاء الله يعني أنت كيف تم الموافق على رحلة الحرام عن طريق 48 أنا طالعا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين يعني تعتبر أنت أول حاج بالمدينة طول كرم طول كرم نعم أولها أول حاج طيب يعني السؤال اللي بتطرح نفسه الإنسان يذهب إلى بيت الله الحرام ويعود كما ولدته أمه يعني كيف تقول في ذلك إن شاء الله أن الله بتكبل منها وبنرجع كما ولدته أمه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين طيب وماذا تقول هناك دعواتك لفلسطين للأرض المحتلة للأسرة للشهداء الله يفرج عنهم إن شاء الله وبروحهم بسلام لأهلهم بإذن الله رب العالمين بإذن الله رب العالمين وأنت كحاج يعني ما هي رسالك خلال حجل أيضا ستقدم المساعدة بما أنك شباب ما شاء الله يعني هل ستقدم المساعدة لكبار السن هناك في إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله رب العالمين طبعا طبعا إن شاء الله طيب وما هي دعواتك على جبل عرفة أظن الله أنه يتكبل منا ويرجعنا بسلامة إلى شعبنا وبلدنا وأهل فلسطين ولحبايبنا إن شاء الله بإني الله بالعالمين أمور في الفجواء تتلق هبى نسير يحمل طيبة روحي فنسى قلبي حلق من مكة أصبحت مشاهدين الأعزاء عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد وكما عودناكم من كل عام في وداء حجاج بيت الله الحرام المتجهين إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج ونحن إذ الآن في منزل الحاج شفيق أبو شنب أبو سامر يعني في البداية مبروك هذه الحجة شو الرسالة اللي بتحملها أكيد لجمهور الشعب الفلسطيني في المدينة كل إنسان الله يناولوا إياها كل مسلم مؤمن بالله العزيز القدير إنه ينال هذه الحجة وهي أفضل حجة في الدنيا كلها طب الرسالة اللي بتحملها برضو للناس اللي يعني بيتمنوا هل الإشي بكثرة لكن إنه من كثرة الناس اللي بيقدموا هيك يعني صعب أصبحت في الأيام هالي هو بالنسبة للأسعار اللي صارت يعني بالنزل الحاج يعني هذا صعب جدا يعني كثير الف وتسعمية دينار كل الحاج يعني لكثيري فبزاك فيه ناس بتقدرش على هاي الحاجة بيقدرش إنه يروح يعمل المناسك مثلا الحج أو إيش يعني ليش؟ لأنه المصاريف تبعاتها كثيري طب من الله إنه يخففوا شوي من سعر الحجة على سبت إنه كل إنسان قادر إنه يروح يحج طب شو هي الدعوة اللي بتحملها لأبنائك للناس اللي حتكونوا هنا وإنت في الحج شو حتدعي لهم في أمام بيت الله إن شاء الله مندعي لهم بكل خير ومن كل كل إن شاء الله إنه تتقبل عند كل مسلم يتقبل هاي الحجة ويحجوا إنه كل مسلم أنا بحب له كل مسلم إنه يزور الرسول صلى الله عليه وسلم والحج ننتقل وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى زوجة الحاجة شفيقة أبو شنب الحاجة عم تامر خالتي يعني الشعور الآن وأنت متوجهة إلى بيت الله الحرام العالمين يعني شايف مش صابر على الأيام اللي يعني اللي أصندر لأطلعه الحمد لله رب العالمين طب إيش الرسالة اللي بتحمليها لأبنائك للناس اللي هون يعني خصوصا السعادة وربنا يعطينا ونرجع لنا الكودس ونظل للشباب كلياتهم يعني نقوا عسرائيل ونكسرها ونهزمها ونبكى هيت كلياتنا حرين يعني وماشاء الله علينا طب شو إذ هيك الشعور اللي أنت يعني حاب تترافقي وانت بس أول ما تطأ قدمك الديارة الحجازية يعني أنت عارف إن شاء الله الآن في منزل الحاج راسم إبراهيم إحسين يعني بداية حاجنا إن شاء الله مقبولة هالمرحلة يعني مرحلة رائعة كيف بتوصف شعورك وأنت متوجهي للديارة الحجازية بإذن الله الحمد لله رب العالمين يعني شعور فرحة غامر وشو بده الواحد أكتر من هيك يعني هذا اللي بتمنى في الحياة الحمد لله رب العالمين إن شاء الله الله بطعمها لكل بني آدم طب إيش الرسالة اللي بتحملها لأهلك لأولادها الحي لأولادها البلد شو بتحب تحكي لهم وأنت متوجه وشو الدعاء اللي هيك حابب أنت بالفعل تعطيهم إياه والله الرسالة يعني فش أهلة من إنه الواحد يرجع لدين يعني حياتنا إحنا بلد الدين وبلد الإسلام ما بتسوي إشي يعني الحمد لله رب العالمين إن شاء الله أنه الله بيهدي كل أمة محمد وإن شاء الله كل بيزور هديك البلاد وتمتع فيها الرحلة إن شاء الله إن شاء الله شكرا لإلك حاجنا نحن الآن في منزل الحاج سمير قندح يعني بداية سيد سمير الذي يتملكك الآن وأنت يعني في نية العزمة في ذهاب إلى الديار الحي السلام عليكم ورحمة الله هذه زيارة من أحلى الزيارات لله وهذه زيارة الله يطعمها لكل مسلم وزيارة يعني في رحاب الله والله سبحانه وتعالى رب العالمين إنه يجمعنا في كل المسلمين على خير وهذا تبالي يا رب العباد يا الله تحملها لأبناء بيتك لأولاد الحي لناسته الكرم وفلسطين بشكل عام إن شاء الله ندعي لهم بالتوفيق وبالنجاح وبالأمان ورب العالمين أنه يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأنه فلسطين عزيزة على كل الناس على كل المسلمين والله يحملنا الأقصى ورب العباد أنه يطولنا بعمر كل من إنسان يسعى إلى طريق السلام مشاهدين الأعزاء وعبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد مستكملين وإياكم في زياراتنا المتواصلة في وداع حجاج بيت الله الحرام باتجاه الديار الحجازية نحن الآن في منزل الحاج بإذن الله مجد أحطب عمي مجد يعني الشعور الآن الذي يمتلكك وأنت بإذن الله متوجه إلى الديار الحجازية الحمد لله والله شعور لا توصف وبعد ما صلنا عشر سنين مقدمين وطلع لنا يعني شعور يعني فرحة كبيرة إيجت يعني الحمد لله وبتمنى يعني اللي ما راحوش إن شاء الله يطلع لهم بسنين القادمين إن شاء الله إن شاء الله إيش الرسالة اللي بتحملها لأفراد المنزل للحي لعموم مدينته الكريم لأحبائك لأصدقائك والله أول إشي بدي أبعث رسالة بالنسبة للأوقاف إنه لما يكون هناك إن شاء الله إنهم يقصروا معنا بالنسبة للأدوية وما أدوية وبالنسبة للبصات اللي وعدونا فيهم إنها تكون مريحة إن شاء الله وبتمنى يعني الجميع يكونوا الحمد لله بالسلامة والخير ونروح ونرجع بالسلامة إن شاء الله مشاهدين الأعزاء ننتقل إلى الحاجة إملانا حطاب يعني بداية الشعور التي يمتلكك وأنت يعني تعقدين العزم بالذهب إلى الديارة الحجازية والله الحمد لله أهلا وسهلا فيكم وبتلفزيون الفجر الجديد والحمد لله رحلة ممتعة إن شاء الله راح تكون ونستناها من زمان من سنين والحمد لله إن شاء الله ربنا بسهل الأمور إيش الشعور والرسالة اللي حابة تنقليها إلى عموم الأفراد المنزل العائلة عموم الأصدقاء والأحباء والله الحمد لله إن شاء الله ربنا بوفق الجميع وبيسر أمورهم وإن شاء الله اللي مطلع لهاش السنة بطلع لهم سنة الجاي والله يعطيها للجميع يعني مشاهدين الأعزاء نحن الآن في منزل الحاج بإذن الله يوسف أشارشير أبو عمار يعني بداية عم الحاج يعني كيف الشعور بتوصفه الآن وأنت تذهب إلى الديار الإسلام الحجازية لا يوصف بثاتا شعور يعني لا أقدر أن أصفه هي عبادة وشعور داخلي شيء يعني لا أقدر أن أصفه لأنه إشي من الداخل بحركة الوعد وازع ديني وهي عبادة وتمتع تمتع في العبادة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة اللي بتحملها لأهل المنزل لأفراد الحاي لمدينة الكرم لشعب فلسطين عامة تقوى الله فوق كل شيء إنه الإنسان لازم أحطك والله أمام عينيه وإنه الحج هي عبادة وإنه الإنسان لازم يحافظ عليها إذا أدهه طيب عمي يعني في ظل الأوضاع الصعبة يعني هلأ طفيل يعني لمة البيت الحلوة يعني إيش الدعاء اللي هيك حتوجه لهم إياه وإنت أمام البيت الله الحرب سندعو لهم إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق والجيل الناشئ يبقى جيئا يكون جيلا ناشئا تقيا يعرف الله حق معرفة طب أكيد يعمل حج إن شاء الله نتمنى لإلك ذهاب إلى الديار الحجازية إن شاء الله ورجع سالم غانم إلى الأهل وإلى أفراد الحاي وشكرا لإلك شكرا لكم لتلفزيون الفجر الجديد وشكرا لكل المشاهدين